موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية من قلات الأخبار المغربية امفانتكات أفاد بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة نهزت 80.9 مليار درهم سنة 2022 بمتوسط أسبوعي وذلك بعد 70.8 مليار درهم من سنة قبل ذلك وعبرز البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الضرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن تدخلات بنك المغرب بلغت برسم الفترة ذاتها 93.5 مليار درهم مقابل 82.9 مليار درهم خلال سنة 2021 وحسب البنك المركزي استقرت احتياجات البنوك من السيولة في شهر دجنبر عند 86.5 مليار درهم بمتوسط أسبوعي مقابل 86.1 مليار درهم شهرا قبل ذلك مسجلا أن بنك المغرب ضخ ببلغا إجماليا قدره 103.3 مليار درهم يشمل 56.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام و21.9 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء على المدى الطويل و24.8 مليار درهم في شكل قروض مضمونة على المدى الطويل صلت الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ضوء على الإمكانات السياحية التي يزخر بها المغرب مؤكدا أن المملكة رائد حقيقي في مجال السياحة وكتب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في تغريدة على تويتر بمناسبة زيارة قام بها لرواق المغرب بالدورة الثالثة والاربعين والأربعين لمعرض مدريد الدولي للسياحة الذي يقام خلال الفترة ما بين الثامن عشر والثاني والعشرين يناير بقصر المعارض لمؤسسة فيريال أن المغرب يواصل ريادته الحقيقية في مجال السياحة وبهذه المناسبة عقد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لقاءا مع المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير وسفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بن يعيش في خبر آخر أفاد مركز أبحاث بنك بي أم سي اي كابيتال جلوب الريسرش بأن حجم التداولات الإجمالي بالسوق الثانوية واصل تراجعه ليستقر عند 17.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 يناير 2023 وأوضح مركز الأبحاث في آخر نشرة أسبوعية أن هذا الحجم تميز بهيمنة المبادلات على أجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 94% وفيما يتعلق بالمنحن الثانوي تم تسجيل أقوى التغيرات خلال الفترة الماضية من 11 إلى 18 يناير الجاري بارتفاع عند خط سنتين بزائد 2.1 نقطة أساس إلى 3.69% وانخفاض عن خط 26 أسبوعاً بناقص 6.7 نقطة أساس إلى 3.28% في موضوع آخر تراجعت أسعار النفط اليوم الأثنين في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط هذا العام وخبيطت العقود الآجل الخارمي أبرينت بـ 46 سنة أو 0.5% إلى 87.17 دولار في حين تراجعت العقود الآجل الخامي غربي تيكساس الوسيط الأمريكي بـ 36 سنة بنخفاض أيضاً 0.4% إلى 81.28 دولار للبرمي وارتفع برينت الأسبوع الماضي بـ 2.8% بينما ارتفع الخام الأمريكي بـ 1.8% ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين مدعوماً بهبوط الدولار واحتمالات قياس مجلس الاحتياطية الاتحادي لإبطاء وطيرة رفع أسعار الفائدة وارتفع سعر الذهب بـ 0.1% إلى 1929.04 دولار للأقية ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولاراً وانخفض مؤشر الدولار بـ 0.1% مما يجعل الدهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزية العمولات الأخرى ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطية الاتحادي مرة أخرى وطيرة زيادة أسعار الفائدة قيل الاجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضاً إلى أن معركته ضد التضخم لم تنتهي بعد نهاية النشر الاقتصادي لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز الأهم الأنباء إلى اللقاء